السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة سويلا كناري اليوم جيتكم موضوع آخر اللي هو رح يكون موضوع حول الفاش الفاش اللي يعني منه كثير من المربيين خاصة في الأحشاش تاحكم إذن هنا وش رح نستعمل رح نستعمل زيت الكاريتوس زيت الكاريتوس مفيدة جدا في عدة فوائد وحنا الحاجة اللي تهمنا هنا هي طاردة للحشرات هكذا ونزيد نجيب عن كولي أنتيبوس تاح حشاكم الكلاب اللي هو طارد للحشرات لأنه فيه رائحة قوية جدا إذن هنا وش رح ندير شوفوا مليح هذا هو الكولي تاح الكلاب حشاكم شوفوا مليح فيه رائحة اللي رح تطرد كامل هادوك الحشرات القميلة هادوك اللي تكون في العش ناخد أنا قطعة صغيرة برك يعني أنكول يا كيما هادو رح يخدم لكم أحشاش يعني واحد واحد العشرين عش يخدم هالكم أو أكتر نحو قطعة صغيرة برك منو هكذا نعاود نرجعو في التويتاو يعني في الكارت وكذا بش ما تروحش منو هادوك لرائحة نغلقوه لأن الرائحة هادوك هي اللي رح تطرد كامل هادوك الحشرات كيما رحكم تشاهدو العش لازم يكون مبني كيما رحكم تشاهدو قبل هادا رح ندير زيت الكارتوس زيت الكارتوس صدقوني هي رح تساعد بزاف من تساعد بزاف المربيين تساعدكم بزاف لأنها رح تطرد كامل هادوك القميلة هادك اللي تكون في الأنت ما تروحش يعني للعش وإنما رح تهرب ناخد قطعة إسفنجية هكذا كيما رحكم تشوفو هاد اللي بانج هادي ونمسح العش تاعي بالزيت كيما رحكم تشاهدو فيها نخدم هاد الطريقة هادي صدقوني نجحة مئة بين مئة لأنه يعني لو كانت رحوا تبحتو وتشوفو وش فيه هاد الزيت هادي وش فيها رح ستقوني رح تخدموا بهذه الطريقات عدوا ما تستغنوش عليها طريقة هادي قلت لكم مفيدة وفعالة مئة بالمئة فقط نخلو الأنت تبني العش تحا تبدأ تطلع العش تحا ونخدموه يعني بعد ما تطلع العش تحا يعني ما رح يصرا والو تخدموا هادي الزيت هادي تديروها لها ما فيهاش رعني رائحة اللي تكون قوية بزاف ولا تخلحكم تقولوا يعني رح الأنت رح تهجر لي العش ولا ما كين حتى مشكل كيما رحكم تشاهدو إذا نطلي كامل الزيت هاديك على الحواف على يعني نجوز كامل على الليكوة هاديكتا العش هكدا باش نتفادى لقميلة اللي تكون في العصافير تاعنا باش هكدا كي تجي الأنت هنا تحضن حتى ولو كان فيها الفاش ما وش رح يحبط للعش علاش لأن هاد هاد زيت الكاليتوس فيه رائحة اللي تحسها فقط الحشرات كي ما رحكم تشاهدو هكدا ونرجع يعني بدون أي إشكال كي ما رحكم تشاهدو هنا يا إذننا هنا مقبل ما نرجع يعني وش خدمة لأنت العش تاحا نحكمو هادك القطعة تعلوكو الينتيبوس ونحطوه توتافي وفن يعني داخل العش وينما يشريحا تشوفو تماما ومتحس شبه ونخلوها تكمل العش تاحا وتحضن تولد فيه يعني بكل ارتياح بهات الطريقة رح تتفادوا خوتي وخوتتي المتابعين التاعي الكرام رح تتفادوا القميلة في العش تاع العصافير تاعكم نهائيا إذن بهذا إن شاء الله هنكون فتكم بالمعلومة هذه وإن شاء الله رح تخدموا بها وإلى المرتقى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر